موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الخامس يلا يا أصدقائي اليوم بدنا نأخذ آخر وحدة في منهاج اللغة الإنجليزية للصف الخامس شايفين خلصوا المنهاج وانتهى الفصل يا أصدقائي يلا خذوا نفس اهدأوا استرخوا راح ننزل بحد المراجعة ان شاء الله قريبا يلا يا حبايبي نبلش في درسنا معناها ماذا سوف يحدث ماذا سوف يحدث استمع وقعد ماذا يعني روبوتس؟ إنسان آلي ريسكيو ينقذ فيوتر مستقبل ايفريون كل شخص سبيس سوت يعني بدلة الفضاء طيب ايفريون بيجي معناها كل أحد بصير بلانت كوكب سبيس شب سفينة فضاء ساينتست عالم ساينس لاب مختبر علوم أوتر سبيس الفضاء الخارجي ينمو طيب هذول حبايبي بنا نحفظهم تمام يلا نروح الحين نشوف شو هي القطعة اللي عندنا وعن شو بدها تحك استمع وأجب الأسئلة هاي المعلم قعد بيسأل ماذا سوف يحدث في المستقبل هناك سوف يكون إنسان آلي هم سوف يشبهون إيش حبايبي ضباط الشرطة هم سوف يساعدون في إنقاذنا هيك معناها هم سوف يساعدون في إنقاذنا طيب عمار بيحكي عمار مع الأستاذ ذلك يبدو رائعا جدا إننا سوف تسافر في السفن الفضائية لكواكب أخرى في الفضاء الخارجي العلماء سوف ينمون نباتات جديدة في مختبرات العلوم طيب نشوف شو بدها تحكي أيمي الناس سوف تعيش على القمر كل أحد سوف يرتدي ستر أو بدلات فضاء إنها سوف تكون باردة جدا على القمر طيب نشوف الحين شو بدها تحكي رانيا الانسان الآلية والآلات هاي سوف تقوم بكل العمل والأطفال سوف يلعبون طول اليوم طيب نشوف البعدي هبان الأطفال لن يذهبوا للمدرسة هم سوف يتعلمون في البيت بالحاسوب أو الحواسيب كل أحد سوف يستخدم الحواسيب هم سوف يكون أصغر وأرخص من الحواسيب اليوم وهن سوف يكون أخف ذلك رائع رانيا بتحكي طيب يعني شو المفهوم من الفقرة هاي يا حبايبي الفقرة هاي بتحكي عن المستقبل بشكل عام يعني شو الإنسان الآلي شو ممكن يصير في المستقبل رح ينقذونا سوروا ضباط شرطة رح نعيش على القمر هانا ايمي شو حكيتنا نعيش على القمر ورح نرتدي سطر خضائية ومر شو حكي حبايبي رح نطلع على كواكب أخرى بشو بواسطة مراكب الفضاء سفن الفضاء آسف هانا رانيا بتحكي عن الروبوت سلالات رح تسوي كل العمل ومش راح ننظرنا قادي مش راح نشتغل بلا إشي عمنا بين شو قالنا بين بين قال إننا إحنا بدنا ننظل على الكمبيوتر وهاي كل الناس يتدرسوا من المنزل والأخير حكيت إن الكمبيوترات رح تصير أصغر وأسهل باستخدامها تمام وأخف أوكي يعني هاي كانت القصة كثير سهلة من أسهل الفقرات يلا حبايبي Everyday English إنجليزي كل يوم That sounds so cool ذلك يبدو رائعا جدا That's amazing وذلك رائع هابا ولا يعني نستخدم هين كثير طيب هانا Listen and take right to the words you hear استمع وضع إشارة صاحب الكلمات اللي أنت بتسمحها Then match them with the pictures بعدها وصلهم بالصور Space ship سفينة فضاء Space suit بدلة فضاء Space science lab مختبر فضاء مختبر آسف مختبر علمي Scientist تعالم طيب Planet كوكب Future مستقبل هاي حاطي إنسان لقدام Grow ينمو بكبر Outer space الفضاء الخارجي Rescue ينقذ هاي rescue بدين ننقذ Everyone كل أحد Robot إنسان آلي تمام يا حبايبي يلا نشوف لبعدين Listen and repeat the passage on page 56 استمع وعد الفقرة على صفحة 56 وكمان هاي يا حبايبي سؤال هذول مش مهمات ما حكينا الفقرة وعدناهم Read and circle the correct words اقرأ ودور الكلمات الصحيحة One hundred years from now مئة سنة من الآن Robots will help us يعني الإنسان الآلي سوف يساعدنا We will travel to outer space by spaceship نحن سوف نسافر للفضاء الخارجي بواسطة سفينة الفضاء We will wear space suits نحن سوف نرتدي بدلات فضاء We will live on the moon and on other planets نحن سوف نعيش على القمر وعلى كواكب أخرى شعني countries دول planets كواكب الاطفال سوف يتعلمون في البيت كل أحد سوف يستخدم حواسيب صغيرة وخفيفة العلماء سوف يعملون في مختبرات علوم في الفضاء الخارجي شعني schools مدارس شعني anything أي شيء سفن فضاء كار سيارة وكاتس قطت تمام هذا بيتمت على المعنى يا حبابي بدك تكون فهم المعنى تقدر إتجاب السؤال طيب read and then take right to the correct sentences اقرأ بعدها ضع صح على الجمل الصحيحة In the future people will use small and cheap computers في المستقبل الناس سوف تستخدم حواسيب صغيرة ورخيصة هل هذا الحكي صحيح ولا مش صحيح؟ نعم صحيح robots will do the work الإنسان الآلي أو الآلات لن تعمل العمل طبعا بدي يسوي هذا الحكي خطأ على طول children will do the work ولكن الأطفال سوف يقومون بكل العمل هذا الحكي خطأ robots will help police officers to rescue people الإنسان الآلي سوف يساعد ضباط الشرطة لإنقاذ الناس وهذا الحكي صحيح everyone will have robots to help them كل أحد سوف يكون لديه إنسان آلي ليساعدهم وهذا الحكي صحيح people will live on the moon الناس سوف تعيش على القمر they will wear space suits هم سوف يرتدون ستار فضاء أو ملابس فضاء أو بدل فضاء زي ما أقولوها بدلة الفضاء people will travel to other planets by train الناس سوف تسافر للكواكب الأخرى بواسطة القطار أو لا شو بواسطة شو ال space ship هذا الحكي خطأ طيب read and complete the sentences أقرأ وأكمل الجمل amy thinks people will live on the moon amy تعتقد الناس سوف تعيش على القمر they will wear space suits وهم سوف يرتدون بدل فضاء طيب ben thinks children won't go to school ben يعتقد الأطفال لن يذهبوا للمدرسة everyone will have fast and cheap computers كل أحد سوف يحظى بأو حواسيب سريعة ورخيصة rania thinks children will play all day rania تعتقد الأطفال سوف يلعبون طول اليوم robots will do all the work والإنسان الآلي سوف يقوم بكل العمل omar thinks people will travel to other planets by spaceship omar يعتقد الناس سوف تسافر للكواكب الأخرى بواسطة سفينة الفضاء this will be in the future هذا سوف يكون في المستقبل hundred years from now 100 سنة من الآن robots will help to rescue people الإنسان الآلي سوف يساعد أن ينقذ الناس وهذا الحكي صحيح read page 56 and write answers to the questions اقرأ الصفحة 56 وأكتب أسئلة أجوب آسف للأسئلة one hundred years from now مئة عام من الآن where will people live أين سوف يعيش الناس on other planets على كواكب أخرى in spaceship في سفن الفضاء on the moon على القمر who will do the work من سوف يقوم بالعمل robots الإنسان الآلي where will children learn أين سوف يتعلم الأطفال at home شعني at home في البيت when will this be متى سوف يكون هذا in the future في المستقبل how will people travel to outer space كيف سوف يسافر الناس للفضاء الخارجي in spaceship في سفن الفضاء what will people wear on the moon ماذا سوف يرتدي الناس على القمر space suits شعني space suits بدل الفضاء طيب read and complete the sentences اقرأ وأكمل الجمل space suits يعني السطار فضاء everyone كل أحد بي يكون rescue ينقذ future outer space الفضاء الخارجي طيب نشوف الأولى you wear space suits in outer space أنت ترتدي بدل الفضاء في الفضاء الخارجي one hundred years from now everyone will have computers مئة عام من الآن كل أحد سوف يحظى بحواسيب robots will help police officers in the future الإنسان الآلي سوف يساعد ضباط الشرطة في المستقبل police officers and robots will rescue people ضباط الشرطة والإنسان الآلي سوف ينقذون الناس there will be cheap and light computers هناك سوف يكون حواسيب رخيصة وخفيفة space ships will travel to outer space سفن الفضائية سوف تسافر للفضاء الخارجي طيب read and circle the correct words اقرأ ودور الكلمات الصحيحة one hundred years from now مئة عام من الآن children هاي الأطفال want لن يكونوا شو يعني want لن يصبح لن يكون تمام children لن يذهبوا للمدرسة شو معنى الحكيها want لن will سوف want شو معناها لن will سوف تمام يعني النفي من will بدل ما تقول سوف كيف تقول مش راح يصير مش راح يكون شو بتقول want يعني الأطفال لن يذهبوا للمدرسة robots will help police officers الآلات سوف تساعد ضباط الشرطة scientists will live in space labs العلماء سوف يعيشون في مختبرات ايش الفضاء طيب people will live on the moon الناس سوف تعيش على القمر people won't do their cleaning الناس لن تقوم بتنظيفهم يعني مش راح يدوا الواجبات التنظيف تابعتموا هيك معناها they're cleaning robots will help them الانسان الآلي سوف يساعدهم people will grow new plants الناس سوف تنمي نباتات جديدة تمام يا حبايبي طيب هذا هيك يعني هذا ليش نستخدم will want نحكى للمستقبل اسمه مستقبل بسيط بس بعتقدش يعني انهم بس بهم ما بدهم يفهمون ايش يا حبايبي اذا بدك تحكي مستقبل تمام شو بتقول will or want will يعني راح يصير want يعني مش راح يصير وهيك معناه طيب read aloud اقرأ بصوت مرتفع يلا نقرأ مع بعض look at page 56 انظر على صفحة 56 the children are thinking about 100 years from now الاطفال يفكرون عن 100 سنة من الان حول 100 سنة من الان this will be our future هذا سوف يكون مستقبلنا who will help to rescue people من سوف يساعد ان ينقذ الناس will there be police officers or robots هناك سوف يكون ضباط شرطة او الات rania thinks children won't work rania تعتقد الاطفال لن يعملوا they will play all day هم سوف يلعبون طول اليوم omar thinks scientists will have and work in space labs omar يعتقد العلماء سوف يعيشون ويعملون في مختبرات علوه في مختبرات الفضاء they will travel in outer space by spaceship هم سوف يسافرون الى الفضاء الخارجي بواسطة سفن الفضاء amy thinks people will live on the moon and wear space suits amy تعتقد ان الناس سوف تعيش على القمر وترتدي بدل الفضاء ben thinks children won't go to school ben يعتقد الاولاد لن يذهبوا للمدرسة they will learn at home with computers هم سوف يتعلمون في البيت بالحواسيب there will be no teachers هناك لن يكون تمام لن يكون حبايب شو مدرسين while everyone have a light and cheap computers يعني اسوفة كل احد يحظى بحاسوب خفيف ورخيص what do you think ماذا انت تعتقد complete the sentences with the correct words اكمل الجمال بالكلمات الصحيحة 100 years from today 100 عام من اليوم see page 56 انظر على صفحة 56 what will we do ماذا سوف نحن نعمل يعني شو راح نسوي robots and police officers will rescue us when we need help الانسان الالي وضباط الشرطة سوف ينقذوننا عندما نحن نحتاج المساعدة طيب وي نحن مدامنا نحكي شو عن 100 سنة من الحين شو بدي نحط will يا حبايبي شو منحط قبل will ليش منحط will لاننا منحكي في المستقبل حكينا قبل تمام طب بعد will للفعل شو ماله بيجي زي ما هو مجرد شايفين use use travel travel learn learn wear wear live live بس بحط will طب اذا بداش يصير بك يقول انه بداش يصير يا حبايبي شو بتحط want فهمنا هاي القاعدة كثير سهلة لا مشيش صعب طيب يلا we will use cheap and light computers نحن سوف نستخدم حواسيب صغيرة و رخيصة we will travel by spaceship to outer space نحن سوف نسافر بواصلة سفينة الفضاء للفضاء الخارجي we won't learn at school نحن لن نتعلم في المدرسة computers will be our teachers الحواسيب سوف تكون مدرسيتنا يعني معلمين هيك معناها أو مدرسونا we will wear space suits on the moon نحن سوف نرتدي سطر الفضاء بدل الفضاء على القمر scientists will live in space labs العلماء سوف يعيشون في مختبرات الفضاء شوية حبابي إحنا سوينا منحط will لننحك عن مستقبل دير بالك إذا أنا كان هيطالة بقولك من مئة سنة من اليوم what will we do شايف حد في السؤال شو محطوط will مدام محطوط في السؤال شو بدي يجي قبل الفعل بتحط will بس طيب إذا الإشي ما نفيش منحط بدل will want ومنحط الفعل شمالة مجرد طيب think and complete the sentences فكر وأكمل الجمل what will people do in the future ماذا سوف الناس تعمل في المستقبل they won't live in buildings هم لن يعيشوا في الأبنية they هم شو منحط بدل live will live under the sea هم سوف يعيشون تحت البحر they want to travel by plane هم لن يسافروا بواسطة الطائرة they will travel by spaceship هم سوف يسافرون بواسطة سفينة الفضاء they won't read from books هم لن يقرؤوا من الكتب they will read on computer screens هم سوف يقرؤون على شاشات الحاسوب they want to grow plants on farms هم لن ينموا النباتات على المزارع they will grow plants on the moon هم سوف ينمون النباتات على القمر يا حبابي ليش حطينا will طلع في السؤال شو شايفين هاي ومحطوط will وحطين شو future شو يعني future مستقبل هذا اسمه future symbol مستقبل بسيط بحط will or won't وكتيش will بحطها will اليوم بدي انا احكي بدي يصير طب بحط won't ليش بديش يصير will معناها سوفة will won't معناها لن تمام بهذه الطريقة طيب think and complete sentences about the future فكر واكمل الجمال عن المستقبل طلع it will be very hot انها سوف تكون حارة جدا plants will be tall النباتات سوف تكون يعني طويلة omar will be a doctor omar سوف يصبح طبيبا rania will be a mother rania سوف تصبح اما طب ش يعني be بمعناها يصبح يا حبابي تمام؟ يعني سوف يصبح سوف يكون طيب أخذنا الحينة think and complete the sentences with the correct words فكر واكمل الجمال بالكلمات الصحيحة everyday كل يوم now الآن هاذو شو بأخذ يا حبابي present شو يعني present مضارع طيب يوم من نروح على past شو يعني past ماضي طيب next weekend يعني نهاية عطلة الأسبوع التالية هاذو شو من قولها future شو يعني future مستقبل هانا مستقبل هانا مضارع وهانا ماضي طيب what do you do everyday ماذا أنت تعمل كل يوم هاذا يا حبابي شو منحطها مضاه مضارع بالذكريا يوم ما قولت مفرد شو منحط هاي I أنا read بتأخذ شو بتظل الفعل زي ما هو my emails يعني أنا أقرأ ايميلاتي تمام بظل زي ما هو حبابي هذا السؤال كثير مهم حطوا عليه كثير مهم برجعنا من أول الفصل هات في الماضي والمضارع والمستق والمستقبل طيب what does he she do now وماذا هو يعمل الآن now يا حبابي تمام طيب he تمام طلعوا مدام نحطي now شو منحط ing هذا الحل خطأ هذا الحل يا حبابي خطأ بقول he is he is using computers in some lessons تمام he يعني هو بحط بعد he شو is وحط للفعل شو i ing اذكر شو محطوط في السؤال now he is using computers in some lessons يعني هو يستخدم الحواسيب في بعض الدروس طيب what will you do next weekend ماذا سوف تفعل في نهاية عطلة الأسبوع التالية في next weekend شو ما نحطي حبابي will وبحط الفعل زي ما هو انا سوف اقرأ المدونات تبعات الانترنت يا حبابي مدونات الانترنت طيب what will he or she do in the future ماذا سوف هو او هي يعمل في المستقبل هاي he or she شو ما نحط will ومنحط الفعل زي ما هو computers in all lessons دائما نحط will هو سوف يستخدم الحواسيب في كل الدروس تمام وصلت يا حبابي فكرتها present with future ما عطينا طيب الحين نروح للبعدي طيب read اقرأ then listen and circle the correct words بعدها استمع ودور الكلمات الصحيحة robots will clean the bedrooms الالات سوف تنظف وراء في النوم girls will wear pink or purple space suits الفتيات سوف يرتدينا بدل فضاء يا حبايبي بنفسجية او زهرية scientists will grow new plants in the future العلماء سوف ينمون نباتات جديدة في المستقبل small robots will help scientists in space labs يعني الالات الصغيرة سوف تساعد العلماء في مختبرات العلوم أو الفضاء آسف people will travel to planets by space ship الناس سوف تسافر إلى الكواكب بواسطة سفن الفضاء scientists will travel to planets in outer space العلماء سوف يسافرون للكواكب في الفضاء الخارجي طيب شعن سفن الفضاء past ماضي give يعطي ship سفينة countries countries دول تمام؟ باعتمد على المعنى واستمعنا listen and repeat استمع واعد in the future في المستقبل what will we wear ماذا سوف نرتدي space suits of course يعني بدل الفضاء بالطبع how will we travel كيف نحن نسافر كيف سنسافر buy space ship بواسطة سفن الفضاء where will we go أين نحن سوف نذهب two planets in outer space للكواكب في الفضاء الخارج working bears اعمل في أزواج ask and answer questions اسأل واجب الأسئلة one hundred years from now مئة عام من الآن what will you see ماذا سوف أنت ترى who will clean your bedroom من سوف ينظف غرفتك how will you learn كيف سوف تتعلم what will you eat ماذا سوف تأكل what will you wear ماذا سوف ترتدي how will you travel كيف أنت سوف تسافر تمام تمام هاي خلينا نكمل يا حبابي read and match the sentences with the pictures اقرأ ووصل الجمل بالصور ثم write them by the pictures بعدها أكتبهم بالصور رابوتس will cook and clean الآلات سوف تطهو وتنظف هاي الآلات سوف تطهو وتنظف people will live and work on the moon الناس سوف يعيشون ويعملون على القمر أنا يا حبابي الناس يريدهم يعيشون ويعملون على القمر يا حبابي هاي 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 شكلهم بيشتغلوهان بيعملو على القمر خمسة اعتقد خمسة بتيجي طيب هم حطين ثلاث خلينا نتأكد فيها بعدين people will travel by spaceship to outer space الناس سوف تسافر بواسطة سفن الفضاء للفضاء الخارجي هاي واحد اكتب هاي شايفين هاي وانا نكتبهن هان طيب children will learn with small computers الاطفال سوف يتعلمون بيئة الحواسيب الصغيرة سيكس ستة هاي بتعلم بيئة الحواسيب الصغيرة children will not go to school الاطفال لن يذهبوا للمدرسة اربعة تمام هاي خطأ مفيش مش رايح روح على المدرسة هاي صحيحة اه طيب children will play all day الاطفال سوف يلعبون طول اليوم وين الاطفال بلعبوا يا حبابي طول اليوم اه هاي بلعبوا في الصورة هاي بلعبوا فمعناته ايش يا حبابي هاي بي ثلاثة يعني هذول بيشتغلوا ايش بس هذول مش ناس انا اعرف طيب تمام خلص زي ما الكتاب حاطها هاي بي تمام هاي ثلاثة يعني هاي مو مكتوب هاي زي ما كل واحدة ام وصلة بتبعتها طيب think and write about life in the future فكر واكتوب حول الحياة في المستقبل بتقول in the future people will في المستقبل الناس سوف و children will الاطفال سوف و children won't والاطفال لن تمام مثلا in the future all people will stay in their houses they won't go they will be flying cars وبتحكي بالطريقة هاي مش ايش مهم خلص مش يعني ايش بدنيه write the words اكتب الكلمات practice your hand writing ودرب كتابة اليد تبعتك space ship سفن فضاء space suit science lab معناها مختبر علوم scientist عالم planet future everyone outer space خريص الفضاء الخارجي rescue grow robot هذول ابطال بنا نعرف نكتبهم بيروا بالكم بدك تعرف تكتبهم عن غيب هذول املة read and complete the sentences اقرأ واكمل الجمل check your spelling ويفحص تهجئتك 100 عام من الان people will travel by space ship الناس سوف تسافر بواسطة سفن الفضاء people will wear space suits الناس سوف ترتدي بيد الفضاء scientist will work in science lab العلماء سوف يعملون في مختبرات العلوم people will travel to planets in outer space الناس سوف تسافر الى الكواكب في الفضاء الخارجي everyone will be happy in the future كل احد سوف يكون سعيدا في المستقبل robots will rescue people when they need help الالات سوف تنقذ الناس عندما هم يحتاجون المساعدة scientists will grow new plants والعلماء سوف ينمون نباتات جديدة these new plants will be very tall هذه النباتات الجديدة سوف تكون طويلة جدا تمامي حبايبي working groups of four اعمل في مجموعات من اربعة make a report about what things will be like in hundred years time و اعمل تقرير عن ماذا الاشياء سوف تصبح يعني تشبه مئة ثلان في مئة سنة من الوقت طيب Palestine in hundred years time يعني فلسطين في مئة عام من الوقت يعني مئة سنة هيك معناه people will travel by spaceship الناس سوف تسافر بواسطة سفن الفضاء there will be no cars هناك لن يكون سيارات people will not work in shops الناس لن تعمل في الاسواق people will work in shops الالات سوف تعمل انسان الالي سوف يعمل في الاسواق او المحلات الاسواق they will help you in clothes and shops هم سوف يساعدونك في الملابس ومحلات الاحذية تمام هاي هم ها نحطين الصورة طيب هيك يا حبابي منكون ايش انهينا المنهاج الرسمي لصف خامس تمام الوحدة السابع عشر هيك انتهت المنهاج الرسمي للصف الخامس يا اصدقائي يا حبابي شو بدي منكو ظلوا هي واحدتين مراجعة ان شاء الله راح ينزلين يعني الفترة القريبة هاي مش مهمات واحدتين المراجعة مش فيه نشي جديد قصص مكررة بس راح نعود نشرحهم يعني خلاص خلينا نسد الكتاب كامل تمام يا اصدقائي يا حبابي هيك انهينا المنهاج ركزه في المنهاج منهاج هذا تأسيس منهاج مهم يا حبابي يعني حتى لو ما كان لازم نكون مهتمين فيه نشوفكم ان شاء الله السنة القادمة في الفصل الجديد الى اللقاء يا حبابي باي باي عن جابة ما يكل الخير بالتوفيق